موسيقى 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 مجاهدين في كل مكان أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري وإليكم العنوين رئيس الجمهورية يجري لقاءات مع أسماء مقترحة في إطار المشاورات لاختيار شخصية تتولى تكوين الحكومة والمرشحون يقدمون تصوراتهم بشأنها موسيقى بعد دعوة موجهة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تونس تعتذر عن المشاركة في أشغال المؤتمر الدولي ببرلين حول ليبيا موسيقى إصداروا أحكام بالعدم والسجن في قضية تفجير حفيلة الأمن الرئاسي بشارة محمد الخامس سنة 15 و2000 موسيقى أهلا بكم من جديد ونبدأ بالشأن السياسي أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم بقصر قرطاج سلسلة لقاءات مع عدد من الشخصيات التي تواتر طرح اسمها من قبل الأحزاب أو الاتلافات أو الكتلة البرلمانية لتشكيل الحكومة القادمة وأفاد المرشحون عقب لقائهم برئيس الجمهورية قيس سعيد أنهم قدموا له تصوراتهم بشأن تكوين الحكومة القادمة وأهم من ملفات المطروحة في الجانب الاقتصادي شوط جديد من المشاورات لرئيس الجمهورية فقد أفاد المرشح حكيم بن حمودة أن لقاء يأتي في سياق تجربة جديدة تتمثل في دعوة المرشحين لمنصب رئيس الحكومة لعرض رؤاهم متابعا أنه قدمت تصورات الكبرى لبرنامجه وعلى رأسه إعادة بناء العقد الاجتماعي أقترحت ستة تحولات كبرى التي من شأنها أنه من خلالها نعيد بناء العقد الاجتماعي أكدت على المسألة الاجتماعية أهمية المسألة الاجتماعية أهمية الخروج وأهمية وضع سياسات نشيطة من أجل الخروج من حالة التهميش ومن أجل الخروج من حالة الفقر ومن أجل إعادة الأمل للتونسيين والتونسيات ومن أجل الخروج ذاتك كذلك من حالة الأحباط التي نمر بها اليوم أكدت كذلك على المسائل الاقتصادية على المسائل الاستثمار على مسائل عودة النمو وفي لقائه برئيس الجمهورية قدم المرشح محمد الفاضل عبد الكافي تصوره بخصوص تشكيل الحكومة والرهانات الكبيرة المقبلة عليها تونس فضلا عن تناول الوضع العام للبلاد خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي تشرفت اليوم بلقاء سيد الرئيس الجمهورية في كنف التباحث عن تشكيل الحكومة القادمة كان لقاء ودي واترقت مع سيد الرئيس الجمهورية على الوضع العام في البلاد وخاصة الوضع الاقتصادي والمالي ومدى تصورنا لتشكيل هذه الحكومة وكذلك تصور سيد الرئيس الجمهورية للمراحل القادمة التي نترقب فيها في تونس أما المرشح ليس الفخفاخ فقد قدم لرئيس الجمهورية رؤيته حول الحكومة الجديدة التي ستقود البلاد في المرحلة القادمة وعلى رأس أهدافها خدمة الشعب والبلاد معربا عن أمله في أن يكون الاختيار يسير في هذا النهج نظرتي إلى أولويات البلاد إلى تحديات التي تستنى فينا إلى الإمكانيات التي متوفرة لكي نعيد الأمل والأمل وننطلقه في عمل الحكومة شكل الحكومة تشاورنا في العديد من المواضيع ورب يوفق الرئيس وتونس في اختيار الشخصية الأقدر لقيادة الحكومة ومن المرتقب أن يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الشخصية الأقدر في غضون الساعات القادمة مع بدء العد العكسي لانتهاء المهلة الدستورية بداية الأسبوع القادم على أن يتم الذهاب إلى الحيز الزمنية الدستورية الثانية المقدر بشهر لتشكيل هذه الحكومة ومن ثم تلإعلان عن تركيبتها وبرنامجها وتسميتها أعلنت تونس عدم مشاركتها في مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر تنظيمه يوم التاسع عشر من جنف الجاري حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية وحسب البلاغ فإن تونس تعذرت عن الحضور بسبب دعوتها بصفة متأخرة وبعدم مشاركتها في المصار التحذيري للمؤتمر رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أي جهد دولي يخدم مصالح الشعب الليبي أعربت تونس في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية عن شكرها للدعوة التي تم توجيهها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في السابع عشر من هذا الشهر للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر تنظيمه ببرلين في التاسع عشر من نفس الشهر وجاء في البلاغ ذاته أنه بالنظر إلى ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المصار التحذيري للمؤتمر الذي انتلق منذ شهر سبتمبر الماضي رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أي جهد دولي يراهي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق فإنه يتعذر عليها المشاركة في هذا المؤتمر وفي هذا الإطار جاء في البلاغ توضيح للمواقف والثوابت التالية منها الالتزام تونس منذ انتلاع الأزمة في ليبيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق مع تجيح الحوار بين مختلف الأطراف كما تؤكد موقفها المبدأ تجاه الأزمة الليبية والقائم على التمسك بالشرعية الدولية والوقوف على نفس المسافة بين كافة الفرقاء الليبيين وضرورة إيجاد حل سياسي نابع من الإرادة الحرة للليبيين أنفسهم وأكد ذات البلاغ أن قرار تونس بعدم التمكن من الاستجابة للدهوة الألمانية للمشاركة في هذا المؤتمر سوف لن يثني عن مواصلة مساعيها الحثيثة والمتواصلة للمساهمة في إحلال السلام في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأشقاء الليبيين إذن يتواصل الحجد الدولي لإنجاح مؤتمر برلين ساعات قليلة قبل انعقاده في مسعى لتسوية الأزمة الليبية على إساس حوار ليبي ليبي مؤتمر برلين حول ليبيا الذي تشارك فيه 12 دولة بالإضافة إلى عدد من المنظمات مع استبعاد الدول أخرى على غرار تونس طاولة مفاوضاته مثقلة بعدد من القضايا مع بدء العد التنازلي لانعقاد مؤتمر برلين للسلام حول ليبيا ووضع اللمسات الأخيرة لهذه العملية يرى المراقبون أن تشكيلة الدول المشاركة في مؤتمر برلين تعكس إلى حد بعيد حالة من التوازن المؤسس على تحالفات طرفي نزاع ليبي ففي حين يلقى رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فايز السراج دعما من تركيا وقطر يطلق المشير خليفة حفتر دعما من الإمارات ومصر أما باقي الدول المشاركة في المؤتمر كألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وإيطاليا والكونجو فأن كل دولة منها تتعاطى مع الملف الليبي ومع قطبي الصراع فيها وفق مصالحها على اعتبار أن ليبيا تطفو على بحر من النفط وتملك أكبر احتياطي نفطي في القارة الإفريقية حسب تحليل المراقبين ورغم تضارب المصالح والمواقف بين الدول الاثنتي عشرة المشاركة في مؤتمر برلين إلا أنه من غير المستبعد أن يتوصل المجتمعون إلى حد أدنى من التوافق يسمح بوقف إطلاق النار وشروع في إطلاق عملية سياسية لكن تبقى آلية تنفيذها على الأرض أصعب الأمور حسب المحللين وإلى جانب الدول الاثنتي عشرة المشاركة في عملية برلين للسلام في ليبيا ثمت منظمات دولية ستنظم إلى طاولة المباحثات وهي الأمم المتحدة وبعثتها إلى ليبيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية أهداف مؤتمر برلين والعنوين العامة المطروحة على طاولة المفاوضات لإنقاذ البلاد من براثن الحرب الأهلية وبناء قواعد لدولة تحترم القانون وتضمن حقوق الإنسان وتساهم في الحضارة الإنسانية على غرار وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وتطبيق حظر توريد الأسلحة وإعادة إطلاق قاطرة الحل السياسي وصولا إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة تعمل على إنشاء مؤسسة عسكرية وأخرى أمنية وفق معايير وطنية تحترم القانون الدولي وتكفل حقوق الإنسان وتعمل على تفكيك المجموعات المسلحة هذا هو بعض مما يهدف إليه مؤتمر برلين حول ليبيا الذي يعقد بحضور طرفي نزاع فيها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والمشير خليفة حفتر فالملفات المطروحة على طاولة المفاوضات لا تحصى ولا تعد إذ سيبحث هذا المؤتمر أيضا رفع أعمدة الاقتصاد والإشرافة على إعادة الإعمار ينظر إليه كثير من المراقبين باعتباره منصة لصراع قوى دولية وإقليمية أكثر مما هو خشبة خلاص لبلاد أثخنتها الجراح منذ سقوط نظام عمر قذافي عام 11 و2000 إثر انتفاضة شعبية وتدخل عسكري قادته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وعودة إلى الشائن الوطني أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالأعدام والسجن في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس أحكام تتراوح بين الأعدام والمؤبد وعشر سنوات تلك هي الأحكام التي أصدرتها الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس وفق ما أفاد به نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية المسؤول عن وحدة الأعلام والاتصال المحصن الدالي وأوضح الدالي أن الأحكام في قضية الحال صدرت في حق عشرة متهمين من بينهم ستة في حال فرار واستنادا إلى المصدر ذاته حكمت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في جرائم الإرهاب بالتعويضات لعائلات الشهداء والضحايا وكان التفجير الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي على مستوى شارع محمد الخامس بالعاصمة في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة خمسة عشرة وألفين خلف إثني عشر شهيدا والعديد من الشرحة يتوقع مهني قطاع زيت الزيتون بكل حلقات بدءا من المنتج ووصولا إلى المصدر يتوقعون ارتفاعا في نسب التصدير تصل إلى ثلثي الإنتاج هذه التوقعات توكبها تطلعات إلى الولوج إلى أسواق خارجية جديدة إذا ما توفرت الآلية الضرورية جانفي 2020 تاريخ سيكون مرجعية مقارنة لذروات إنتاج زيت الزيتون سيما وأنه سجل خلال هذا الموسم أعلى الأرقام ببلوغه 350 ألف طن مع توقعات بتصدير ثلثي إلى الأسواق الخارجية وفقا لإحصائيات الغرفة الوطنية لمصدر زيت الزيتون بمنظمة الأعرف وتثمينا لهذا الإنتاج القياسي تسعى الغرفة إلى تنويع وجهاتها التصديرية سواء بزيت الزيتون المعلب أو السائب مع المحافظة على شركيها التقليديين إيطاليا وإسبانيا عندك سويسرا، عندك أنجليتيرا، عندك فرانسا، عندك بلجيكا عندك كذلك أسواق آسيوية مثل الصين واليابان تعرفوا اليوم من اليابان يعتبر تقريبا ثلث موارد زيت زيتون في العالم أكثر من 60 ألف طن السوق الألمانية كذلك هي السوق كبير السوق الإنجليزية سوق كبير نصدره للصين الكوميسا زادة تحللنا أفاق جديدة للتصدير نحو السوق الإفريقية وكذلك نصدره زادة الأمريكا الجنوبية كما البرازيل خاصة ولتموقع أكبر لزيت الزيتون التونسي جددت الغرفة مطالبتها بالترفيع من حصة تونس من صادرات زيت الزيتون نحو الاتحاد الأوروبي إلى 100 ألف طن عوضة 56 ألف طن وكنا رافضين أن ندخل في تفاوضات متاع ما يسمع باللاليكا قبل كنت شرطنا مش كونوا واضحين أحنا كنا الشرط الوحيد لوليني خليونا حرار في زيت الزيتون كما عطوا للمغرب هذا قبل كل شيء طوى ما قبلناش طلبنا في الترفيع ولكن اليوم حتى الترفيع على الأقل حتى كما نرفعوش نقع التصرف فيها واعتبر مراد بن عشور الذي يحمل خبرة لا تقل عن 20 سنة في تصدير زيت الزيتون أن جودة المنتوج التونسي قادرة على اكتساح الأسواق الخارجية إذا ما تم التسويق لها كما يجب يعني يلزم الحكومة تخصص بيجي لكي تعرف بتونس في المنتوج المتاح كما أكد مراد بن عشور وبوصفه رئيسا للغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر أكد أن البحث عن أسواق جديدة يستوجب بالضرورة دعم استمرارية المعاصر وتمكينها من المعالجة الآنية للأزمات في ظل عرض وطلب عالمي متذبذب وذكر بأزمة ارتفاع أسعار الزيت العالمي سنة 18 و2000 والتي أدت إلى إفلاس أكثر من 600 معصارة زيت تونسية من فيفري 2018 وعودنا في سبتمبر 2018 قبل ما ندخلوه في الميسر اللي فاتت باش نعالجو هالمديونية هذي ونلقاوه حلول باش ما تصيرش معناتها اللي صاير لنا اليوم خاطر اليوم أصحاب المعاصر ما عادش عندهم مرال متاحهم اللي كانوا يخدموا بيه أصحاب المعاصر ولا يعملوا بريستاتور دو سيرفيس يقول لك أنا ما عادش نجم نشري ما عادش عندي إمكانيات نشوفوا مع الدولة نشوفوا أنفون باش نفق الصول حتى معناتها نسبة من الديون هذي باش نجموا نعونوهم ونرجعوهم يخدموا في الرالم تاحهم ولئن استبشر كيفة متدخلية القطاع بوفرة إصابة زيت الزيتون لهذا الموسم إلا أن حصادا عكاساتها الإيجابية بالمساهمة في تعبئة موارد الدولة يستوجب وفقا للمهنيين دعم الفلاح حتى يتمكن من استيعاب فائض الإنتاج وتوفير الإمكانيات اللوجستية والمالية لتخزين جيد لزيت الزيتون نظمت الغرفة الجهوية للدواجن بالمهدية ندوة وطنية تطرقت فيها إلى المشاكل والصعوبات التي واجهها القطاع ستة ألاف وعدد مربية دواجن في تونس من منتجي اللحوم وستمائة من منتجي بيض الاستهلاك أرقام رغم أهميتها لم تحجب تراجع مؤشيرات القطاع في السنوات الأخيرة نظرا لعديد الصعوبات التي باتت تهدد مختلف حلقات الإنتاج العلفة غالية الفلوس غالي الفلوس موجود ونين نأخذ الفلوس بل أن نأخذ به هاو سكرنا الناس كلها ومعاشهم ربين هرهوا الجيائج تقوى بـ 2800 و2900 ونحن نأخذ فيها على حساب 3350 2012 تحرير القطاع ساعة اللي خرجوا الكطاع من وزارة الفلاحة وخرجت الكطاع معناها ترفلوا الخواص البرة واحد وقالوا كل واحد يورد على حسابه وكل واحد معناها يخطب كما يساعده معناها هو القوي يعفز بالضعيف المربي الصغير مات السبب هو تغويل معناها الشركات الكبرى وأكثر من هكا التهريب ومتاع الفلوس هنا الدولة معناها يلزم تعمل معناها تعرف ومعناها قوانين معناها رادعة غلاء أسعار الأعلاف وتفشي ظهرة التهريب إضافة إلى تغول بعض الشركات الكبرى هي عينات من الصعوبات التي تهدد مربية دواجن والتي مثلت محاور الندوة الوطنية بمدينة الشابة والتي نظمتها الغرفة الجهوية للدواجن بالمهدية مشاكلنا اليوم تتمثل أساسا في ارتفاع سعر القلفة مشاكلنا معناها مع الشركات الكبرى هي تبيعنا الفلوس تبيعنا على العلفة من بعض معناها في الكنجيون بيع المنتوش نلقاها وممطن تبيع معنا بسعر أقل اليوم نحكيه على مليون وخمسة وعشرين ألف أم يقع التربية متاحة في تونس الانتاج هذا يوفر على ما يقارب 13 ألف طن في الشهر بينما معت المستوى الانتاج الحقيقي للبلاد بشيقع لي كليبين وبين العرض والطلب لا يتجاوز 11 ألف طن يعني ما يقابل 850 ألف أم يعني النقطة الأولى عنها فائض في الانتاج على مستوى وطن لكن تنقص البلاد هذه إرادة سياسية حقيقية لإنقاذ هذا القطاع هذه الندوى التي حضرها إلى جنم وربية دواجن عدد من نواب ولاية المهدية طرقت أيضا إلى بعض ملفات الفساد الواردة على مكتب هيئة مقفاحة الفساد بالمهدية قطاع حسب ما يشاع أنه مستشري فيه الفساد بشكل كبير لكن عدد العرائض قليل جداً حسب التقرير السنوي لسنة 2018 من 509 عرائض يهموا قطاع الفلاحي ووزارة الفلاحة والصيد البحري فقط أربع عرائض تهم قطاع الدواجن مثلاً في تزويد بعض معامل ببيض منتهية السلوحية أو شبهات تتعلق بأعوان في ترسيمهم وفي ترقيتهم مراجعة منظومة الدواجن باتت من الملفات الحارقة التي يطرحها الفلاحة على صدر الإشراف علىها تجد أدنان ساغية من أجل إصعاف القطاع والنهوض به اختتمت بمدينة الثقافة مسابقة أوبن ستارتاب تونس المواجهة للطلبة التونسيين بهدف تشجيعهم على بعث المشاريع المتجددة وخلق مواطن الشغل مسابقة نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع جامعة كولومبيا بنيويورك بهدف دعم سوق الشغل في تونس وبعث المؤسسات وروح المبادرة لدى الطلبة شارك قرابة 17 فريقاً من مختلف الجامعات التونسية العمومية والخاصة في مسابقة أوبن ستارتاب تونس مسابقة ترتكز على ابتكار مشروع متجدد باستعمال التكنولوجيات الحديثة ناخد طلبة من الكليات التونسية للونيفرسيتي الكل مهما تكون الديسيبليين متاحهم ينجموا يكونوا اتوديان في الكوميرس في الميدسين في الفرماسي في الديس انجينيور وكل شيء نحطوهم يخدموا مع بعضهم على فكرة متاع بروجيه اللي هو يكون يستعمل التكنولوجيا بش يلقى حل المشكل سوسيال معناها مشكل اجتماعي وسيتمكن الطلب الفائز من التحول إلى جامعة كولومبيا بنيويورك وتقديم مشروعهم أمام رجال أعمال ومؤسسات اقتصادية عالمية بغاية تمويل هذه الأفكار ودعمها الفائز توا بش يمشي لنيويورك الكولومبيا يونيفرسيتي عندهم هما في شهر مارس عندهم بما يسمى ستارتاب فاستيفال دونكن فاستيفال اللي يلموا فيه الستارتاب الكل ويقدموا المشاريع متاحهم قدام مستثمرين يجيوا بالذمة بش يسمعوا الأفكار هذية وهي الفريق التونسي معناها تونس هي البلاد الوحيدة اللي تشارك بالفريق متاحها في كولومبيا يونيفرسي المعنى الفراق الكل اللي موجودة في كولومبيا يونيفرسيتي كان من كولومبيا تخرجوا من أوبين من أوستي 82% منهم ديجا في خدم ويخلصوا أكثر من السالغ العادي في تونس ديجا أوستي قاعد تحذر فينا الكاريير كبير سيأمبوخطون باش نتعلم وشنو ساير في المرشي نأخذ سكيلز نأخذ حاجات اللي بشتعونا في الكاريير بروفيسيونيل مع القراية لازم نعمل حاجات اقدمون تواصل مصابقة أوبين ستارتاب تونس في نسختها السادسة يمثل وفق القائمين عليها فرصة للطلب لفتح الآفاق أمامهم وبعث المشاريع التي تقوم على التجديد والعمل في بلدهم والإشعاع على العالم دائما مع عالم الشباب في ولاية جابس بادر الشاب المهندس في الإعلامية هيثم خليفة ببعث مشروع الذكاء الاصطناعي استقطب عددا من المهندسين الشبان وفتح أمامهم آفاق الشغل ومنحهم فرصة لتطوير مهاراتهم في هذا الميدان الجديد هيثم خليفة شاب من جابس تخرج من كلية العلوم بالجهة بعد أن تخصص في الشبكات الإعلامية هيثم اختار العمل في الذكاء الاصطناعي وبادر منذ سنة 2017 ببعث مؤسسة ناشية بدأت اليوم تشوق طريق النجاح بثبت نشغل في عدد هام من المهندسين اللي هما إطارات ولد جابس نخدمه على المرشي لوكار والمرشي انترنسيونال المحلي والعالمي تحصلنا درنيا الموعة في السيسيون بتاع نوفمبر على البالسترتاب أكت هذا الشاب يؤكد أن المجال الذي يعمل فيه يتمتع بأفاق وعد للغاية وبأن ولاية جابس تتوفر على الأرضية الملائمة لبعث المؤسسات الناشئة نخدمه على المجال المغازات الذكية اللي هما المغازات الذكية وعنا زادة في الدومان المدارس زادة عنا ديب خدوية للمدارس الذكية اللي هما بش نخلوهم يطوروا من خدمتهم لدينا برشة تشجيعات تعبت شجعتنا بش نواصلوا في التشالانج هذية وتكون معناها حتى الكاباسيتي متاع التشغيل تكبر أكثر العديد من المهندسين الذين تكونوا في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وفرت لهم هذه المؤسسة فرصة العمل واستفادوا من هذه التجربة بطبيعة وفرتنا فرصة كبيرة بش نمو قدراتنا كل نهار نتعلموا حاجات جديدة كل نهار قاعدين نتطوروا ونطوروا مقدراتنا ونضيفوا للشركة كما قاعدت ضيفنا هذية مجال الذكاء الاصطناعي هذية حاجة جديدة على صعيد الوطني وصعيد العالمي ومطلوبة برشة دومين جديد وشركات الكلة بازية عليه هو الذكاء الاصطناعي خلاني دخلت في تجربة باهية بالنسبة لي كدبلوبر انفرماتيك بعث المؤسسات الناشية بجهة جابس يستدعي حسب البعض مزيد الإحاطة من هيكل المساندة بالشباب المتخرج من القطب الجامعي بجابس تضمنت تظاهرة فضاء النزاهة في برنامجها حلقات نقاش حول المنظومة القضائية دور البرلمان والتبليغ عن الفساد إلى جانب عروض فنية ومسابقات في المسرح التظاهرة التي تتواصل على مدى يومين من تنظيم منظمة أنا يقظ المنظومة القضائية دور البرلمان في مكافحة الفساد التبليغ عن الفساد في مختلف القطاعات من أبرز محاور النقاش في تظاهرة فضاء النزاهة في نسختها الرابعة تظاهرة من تنظيم منظمة أنا يقظ بفضاء مدينة الثقافة العام الرابع على التوالي اليوم نجمع فيها نحكي على عديد المواضيع عديد العروض الفنية والمسابقات من أهم المواضيع السنية التي نحكي عليها نجم نقول شفافية الحياة السياسية نحكي على المنظومة القضائية دور البرلمان في مكافحة الفساد وأيضا نحكي على مواضيع كما كرة القدم الفساد في كرة القدم فضاء النزاهة سجل حضور عدد من ممثل الأحزاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني وقد أكد المشاركون أهمية مكافحة الفساد السياسي الذي يمثل مدخلاً أساسياً للفساد الاقتصادي والاجتماعي على مكافحة الفساد وكنا اقترحنا منذ 2015 قانون الشفافية والإثراء غير المشروع التي تعدى في سنة 2017 أو 2018 بتأخير لمحالة كان هناك عديد القوانين منها النفاذ إلى المعلومة كان حماية مبلغين لحقيقة ثم ترسانة قاعدة تتحسن ولكن مشكلة مش في الترسانة القانونية المشكلة أساساً في الإرادة السياسية وفي المناخ العام السياسي من تمويل الأحزاب من قانون الأحزاب من استشراء الفساد مطلوب تعزيز المنظومة القانونية لأن قانون يمكن المواطنين وكل الفاعلين من الوصول إلى المعلومة مطلوب تعزيز هذه القوانين مطلوب أيضاً إنشاء المؤسسات والهيئات الضامنة لهذه الشفافية والضامنة والضامنة المواطنة أن يصل إلى مصدر المعلومة ويتابع كيفية إنجاز القرارات وتطبيقها التظاهر تتضمن أيضاً عروضاً مزرحية وموسيقية ومسابقات إضافة إلى معرض فوتوغرافي كلها تتمحور حول مكافحة الفساد في جولة أخبارنا الدولية فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم سدود تجميع مياه الأمطار باتجاه أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة غزة وأفادت مصادر محلية وشهود عيام فلسطينية في غزة بأن سلطات الاحتلال قامت متعمدة للمرة الثالثة خلال أسبوع بفتح سدود وعبارات مياه الأمطار ما أدى إلى إغراق مئات الأراضي الزراعية وإتلافها الأمر الذي عرض المزارعين الفلسطينيين لخسائر مادية كبيرة وفي آخر تطورات الوضع في سوريا قضى خمسة مدنيين أربعة منهم من عائلة واحدة في غارة روسية استادفت قرية في شمال غربي سوريا في خرق لإعلان سابق عن وقف إطلاق النار حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وأضاف المرصد ذاته أو المصدر ذاته أن الغارات التي شنتها القوات الروسية في عدد من البلدات بريف حلب الغربي وإدلب المجاورة تزامنت مع قصف لقوات الجيش السوري لعدد من المناطق التي تتحصن بها الفصائل المعارضة في أخبار رياضة تتجه الأنظار غدا نحو الملعب الأولمبي برادس مصرح مباراة درب العاصمة التي ستجمع التراج الرياضي بالنادي الإفريقي بداية من الواحد ظهرا لحساب الجولة التاسعة من بطولة الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم ويسعى التراج الرياضي من خلال لقاء الأجوار إلى الانفراد بالمركز الأول فيما يطمح النادي الإفريقي إلى تأكيد نتائجه الإيجابية هذا الموسم والاقتراب من صدارة الترتيب وضمن فعاليات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد المقامة بتونس يختتم المنتخب الوطني عشية غادن الأحد مبارياته في الدور الأول حين يلاقي نظيره الكاميروني بداية من الساعة السادسة بالقاعة الأولمبية برادس السواعد الوطنية وبعد ضمانها التأهل لربع النهائي بفضل فوزين متتاليين على كل من الرأس الأخضر والكوتفوار ستبحث في لقاء الغد عن حسم صدارة المجموعة الثالثة ومواصلة حملة الدفاع عن اللقبي بنجاح وجولة أخبارنا المتنوعة تأخذنا إلى المحطة السياحية مارينا القنطاوي بسوسة فضاء ذو طابع معماري وخاص يوفر العديد من المنتجات السياحية أهلته ليتصدر المشهد السياحي بتونس طوال أربعين سنة ويكون قبلة للزائرين من تونس وخارجها نتابع أربعون سنة مرت على إنشاء المحطة السياحية مارينا القنطاوي مرسا لم يفقد سحره وبقي الحديقة الغناء للبحر الأبيض المتوسط فضاء يمتد على 360 هكتار يتنوع فيه المنتج السياحي والتجاري استقبل على مدى أربعين سنة العديد من الشخصيات جاءتنا حتى الملكة إليزابيت جاءت للمارينا جاءنا الشيخ زايد بعض رؤساء أوروبا بعض رؤساء ملوك أخرين قنطاوي عنده الشارع ممتعه قنطاوي عنده كليونتو قنطاوي كي تقعد نجم تقول حتى إنسان مريض نفساني نجم يتفره وللمحافظة على سحر المكان من نمط معماري ومحيط تتضافر جهود كل الأطراف من أجل تقديم مارين القنطاوي في أبهى حلة صيفا وشتاءا نهارا ومساءا تتضافر جميع الجهود من بلدية حمام سوسا وهي بلدية المكان وشركة سوسا الشمالية ونقابة المالكين بالقنطاوي مع السادة التجار والرجال العمال الموجودين في المحطة الحق تعاوننا بشكل كبير من أجل أن نرجع البريق والرونخ للمحطة هذه وحطينا أهدف الهدف الأول هو تنظيف المحيط الطبيعي وإعادة البريق للحضايق الموجودة بمرسل قنطاوي كذلك الهدف الثاني هو صفر يعني فانوس غير مشتغل والمشروع الجاي هو كيف يمكن أن نشط هذه المحطة بمختلف أنواع التنشيط بعد 40 سنة زاد النجم ونقوله ما زالت تستجيب للريهانات متع السياحة التونسية على المداد الطويل مشروع آخذ عملاق هو استاسيون متع هرقلا المحطة سياحية بهرقلا بشكون تقريب في نفس حدود تقريبا بربع مئة كتار تسع وسبعون تسعمائة وألف هي سنة دخول مارين القنطاوي حيز الاستغلال ليكون أول مشروع ريادي وسياحي بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ما زال يستقطب الزائرين وينتظر أن تنجز المحطة السياحية بهرقلا لتدعم ما هي الأخرى قطاع السياحة بالجهة ختام النشر مشاهدين وهذا تذكير بأبرز عنوينها رئيس الجمهورية يجري لقاءات مع أسماء مقترحة في إطار المشاورات لاختيار شخصية تتولى تكوين الحكومة والمرشحون يقدمون تصوراتهم بشأنها بعد دعوة موجهة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تونس تعتذر عن المشاركة في أشغال المؤتمر الدولي ببرلين حول ليبيا إصداروا أحكام بالأعدام والسجن في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس سنة 15 و2000 ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزاء التونسية شكرا على طيب المتابة والاتمام إلى اللقاء اشتركوا في القناة